شعب نفتتح الجلسة الحادي عشر للدورة بعد اقراره بذريعة التخفيف من حدة الفقر وتحقيق الاستقرار المالي تصعد الجدل حول قانون الامن الغذائي بسبب الخشية من فتحه بابا جديدا من ابواب الفساد وهدره الاموال العامة نواب حاليون قالوا ان قانون الامن الغذائي خطير جدا ويحول صلاحيات البرلمان في اعداد الموازنة للحكومة بشكل دائمي ويفرغ الموازنة السنوية العامة تماما من مضامينها ويجعل قرارات الحكومة حاكمة ومقدمة على قرارات البرلمان المالية النواب بيانوا ان القانون كان يجب ان يشرع بطريقة لا تسمح لمافية الفساد باستغلاله مشيرين الى مشكلات عديدة ستواجه القانون حتى بعد اقراره بسبب عدم تمريره الى مجلس الدولة للمصدقة عليه الى جانب تقديمه من قبل حكومة تصريف الاعمال متوقعين الطعن في امام المحكمة الاتحادية بسبب عدم قانونيته وهذا ما اكده حقوقيون من ان قانون الدعم الطار للامن الغذائي المقر من قبل البرلمان عارض قرارات المحكمة الاتحادية ومثل خروجا عن القانون اما المراقبون فقد تحدثوا عن فساد علني بنص القانون ولا سيما فيما يتعلق بتخصيص 150 مليار دينار لمؤسسة الشهداء بذريعة فتح المقابر الجماعية فضلا عن منح 50% من ايرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات التي توجد فيها هذه المنافذ وتسيطر عليها الميليشيات خبراء الاقتصاد بدورهم رأوا ان اقرار القانون لن يحل مشكلتي الغلاء والفقر وانه مهرب حكومي من اقرار الموازنة العامة لعام 2022 وان القوى السياسية المهيمة على البرلمان ستستخدمه دريعة لتجاهل قانون الموازنة وسط تحذير من ان شبهات الفساد تعد ابرز نقاط التخوف من هذا القانون بسبب اتاحته الاقتراض والدين الخارجي ومنح الاستثناءات في الصرف واعفاء المشاريع من الضرائب وتمريره وفق صفقات سياسية مشبوهة